نعم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ثم انتظروا إلى الشروق ثم متى اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم عرفة أو إلى عرفة أقصد في يوم عرفة اتجه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التاسع إلى عرفة بعد شروق الشمس ووصل إلى يعني إلى جبل عراء أو إلى وادي عرنة نعم خطب فيها قبل صلاة الظهر وهذا يعني على خلاف المعتاد وهذا أيضا فيه من التسير خطب قبل صلاة الظهر خطبته المعروفة ثم اتجه إلى الصخرات الثلاث فيما عرف بجبل الرحمة ثم قال وقفت هنا وعرفت كلها موقف وهذا أيضا فيه على مرونة التشريع الإسلامي في أحكام الحج حتى لا يظن الناس أنه لا حج لمن لم يقف عرفة قال عرفة كلها موقف لأنه لا يمكن أن ذلك الجبل الصغير أن يستعب جميع الناس وبعض الناس اللي يظن أنه لا بد أن يقف في ذلك الجبل ويجاحم وربما تحصل أحداث وصدامات وزحام وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسترع على الناس وقال عرفة كلها موقف وهذا في الحقيقة هو الذي جاء فيه الحديث الحج عرفة نعم ولا شك أن الحج له أركان لكن كان هذا هو أهمها وحديث الحج عرفة أهم أركان الحج هو الوقوف هو أول وقوف بعرفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر